ووصلت إلى هذا العنوان الراسخون في العلم رسول الله سيدهم هذا العنوان يشير إلى أن النبي والعترة الطاهرة في مستوى علمي واحد ولذا جاء وصفهم جميعا بهذا العنوان وما يعلم تأويله تأويل القرآن إلا الله والراسخون في العلم مثل ما جاء في الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران لازال كلامنا في هذه الأجواء إنها سورة البقرة الآيات الأولى من سورة البقرة بعد البسملة مباشرة ألف لامي ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون هذه الآيات سأقف عندها وقفة تدبر سريع المقام لا يسمح بالتفصيل ذلك الكتاب لا ريب فيه ضحك علينا وصدقنا من أن ذلك تشير إلى مقام عال للقرآن فكأن القرآن يقول عن نفسه ذلك الكتاب كلام ليس منطقيا كلام ليس منطقيا مع أن الآيات التي ستأتي بعد هذه الآية تثبت أن هذا الكلام الذي يقولونه في تفاسيرهم من سقيفة بني ساعدة أو من سقيفة بني طوسي ألا لعنة على السقيفتين من أن كلامهم هراء لا قيمة له ليس منطقيا أن القرآن يتحدث عن نفسه فيقول ذلك الكتاب هل هذا كلام منطقي وإنه يشير بهذا إلى علو منزلته إلى علو منزلة القرآن الكلام ليس منطقيا يفترض في التعبير القرآني إذا كان القرآن يتحدث عن نفسه أن يقول هذا الكتاب هذا الكتاب وليس ذلك الكتاب هناك عملية انفصام واضحة لو كان المتحدث غير القرآن وأراد أن يشير إلى علو مقام القرآن وإلى بعد منزلته وأشار فقال ذلك القرآن هذا الكلام مقبول وصحيح أما أن القرآن يتحدث عن نفسه بهذا التعبير هذا كلام سخيف ذلك الكتاب القرآن القرآن يتحدث عن شيء أخر وأدل دليل على هذا إذا ما رجعنا إلى بقية الآيات تعالوا كي ننظر في بقية الآيات ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين من هم هؤلاء المتقون الذي ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه يكون هدى لهم من هم هؤلاء الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك هذا هو القرآن فلا يمكن أن يكون التعبير ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بهذا أي كلامنا دققوا النظر في الآيات ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين من هم هؤلاء الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وماذا بعد والذين يؤمنون بما أنزل إليك بما أنزل إليك في هذا الكتاب في هذا المصحف وما أنزل من قبلك في الإنجيل في الزبور في التوراة في صحف إبراهيم في كتب الأنبياء والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الآيات واضحة فإن الكتاب هنا الذي جاء في أول الآيات ما هو هذا القرآن الذي بين الدفتين لأن القرآن الذي بين الدفتين جاء مذكورا هنا في سياق الآيات والذين يؤمنون بما أنزل إليك فذلك الكتاب سيكون هدى مخصوصا للمتقين من هم هؤلاء المتقون الذين يؤمنون بهذا الكتاب إذن هناك كتابان هناك كتاب ذكر في أول الآيات وهناك كتاب ذكر في سياق الآيات التي تلت تلك الآية التي حدثتنا عن الكتاب الذي لا ريب فيه دققوا النظر في الآيات واعلموا أن المفسرين من السقيفتين إما أنهم حمير بالمعنى الحقيقي لهذه الكلمة وإما أنهم شياطين يريدون أن يحرفوا حقائق القرآن العترة ماذا تقول العترة ماذا تقول إنني أقرأ عليكم من تفسير القمي وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية هذه أحاديث الباقري وصادقي والكاظمي والرضا إنها أحاديث أئمتنا الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة الثالثة والثلاثين عند الآية من سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين بسنده بسند قمي علي بن إبراهيم رضوان الله تعالى عليه وعلى أبيه عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال الكتاب علي لا شك فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه الكتاب علي لا شك فيه هدى للمتقي كيف يكون علي هدى للمتقين من هم المتقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بهذا القرآن لكنهم لا يفقهون حقائقه إيمانهم الإجمالي هو من علائم إيمانهم لكنهم لا يفقهون حقائقه الحقائق يأخذونها من الكتاب الناطق هو هذا الكتاب الناطق علي هناك كتابان كتاب صامت وهو المصحف والذي جاء ذكره في الآية الرابعة بعد البسملة من سورة البقرة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك قرينة واضحة على أن الحديث عن الكتب السماوية والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هؤلاء المتقون يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقوا ينفقون ويؤمنون بالقرآن المصحف بالكتاب الصامت لكنهم لا يعرفون حقائق من أين يأخذون حقائق من الكتاب الناطق الذي جاء في الآية الثانية بعد البسملة من سورة البقرة جاء مذكورا ذلك الكتاب ذلك الكتاب إنه علي إنه الكتاب الناطق مثل ما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال الكتاب علي لا شك فيه هدى للمتقين قال بيان لشعتنا إلى آخر ما جاء في الآيات الكريمة ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك علي لا شك فيه هدى للمتقين قال بيان لشعتنا هذا هو الكتاب الناطق الذي يبين حقائق الكتاب الصامت فالكتاب الناطق هو الذي يمثل جوهر الهداية الهداية ليست في الكتاب الصامت الإيمان بالكتاب الصامت إيمان إجمالي من علامات الإيمان لكن الهداية الحقيقية في فناء الكتاب الناطق وهذا هو الذي جاء مذكورا في سورة طه في الآية الثانية والثمانين وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا كل هذا شيء حسن ولكن لا قيمة له ثم اهتدى بالضبط مثل ما جاء في الآية السابعة والستين من سورة المائدة في السابعة والستين بعد البسملة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وإن لم تفعل فما بلغت رسالته التوحيد النبوة القرآن الإسلام بكله الإيمان بكله كل هذا يساوي صفرا من دون بيعة الغدير وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الكلام هو هو هنا في الآية الثانية والثمانين بعد البسملة من سورة طاها القرآن كله ينطق بهذا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا توبة وإيمان وعمل صالح يساوي صفرا صفرا هناك أمر رابع ثم اهتدى وجاء التعبير بثم لأن الهداية هنا لا علاقة لها بالسياق المتقدم السياق المتقدم سياق اعتيادي من النصوص من نصوص المصحفي من نصوص الأحاديث لكن الهداية هنا لها خصوصيتها وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى في الزيارة الغديرية وهي من أهم زيارات أمير المؤمنين الزيارة المروية عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه هكذا نخاطب أمير المؤمنين إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان للمحدث القمي نخاطب سيد الأوصية وأنه القائل لك رسول الله بحسب السياق المتقدم وأنه القائل لك رسول الله هو الذي يقول لعلي وأنه القائل لك والذي بعثني بالحق ما آمن بي من كفر بك ولا أقر بالله من جحدك هذا الكفر هو هو الكفر الذي جاء ذكره في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة إنها آية الغدير يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين الذين كفروا ببيعة الغدير والذي بعثني بالحق هذا كلام رسول الله والذي بعثني بالحق ما آمن بي من كفر بك ولا أقر بالله من جحدك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته التوحيد لا معنى له النبوة لا معنى لها القرآن لا معنى له الإسلام بكله لا معنى له والذي بعثني بالحق ما آمن بي من كفر بك ولا أقر بالله من جحدك وقد ضل من صد عنك ولم يهتدي إلى الله لم يهتدي إلى الله ولا إلي من لا يهتدي بك ولذا فإن القرآن يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقي الهداية هنا تعترضون اعترضوا مثلما اعترض إبليس على الله حينما رفض السجود لأبينا آدم الله الله يريد دينه بهذا النحو تريدون أن تعترضوا على الله فاعترضوا أنتم أحرار هذا أمر رجع إليكم ولكن ستكونون مسؤولين عن عواقب أموركم فعاقبة الأمر بأيديكم إبليس اعترض على الله سبحانه وتعالى أعطاه حرية الاعتراض وسمح له أن يعترض واعترض وجادل وناقش ولكن بعد ذلك طرد طرده الله فقال يا إبليس إني أريد أن أعبد من حيث أريد أنا أريد عبادتي بهذه الطريقة أريدك أن تعبدني أن تسجد لآدم أنا لا أريد سجودك بنحو مباشر لي هذا لا أريده هذا اقتراح من عندك فاذهب أنت واقتراحك إلى الجحيم فأنت ملعون مطرود يا أيها الرجيم إنني أريد أن أعبد من حيث أريد ولا أريد أن أعبد من حيث أنت تريد هذا هو الذي يريده الله اعترض على الله اعترض على الله الله سبحانه وتعالى في غنى عن الأنبياء لماذا بعث الأنبياء ألا يستطيع الله أن ينزل الدين على قلوب الناس بنحو مباشر لماذا يجعل للدين أسبابا فهناك أنبياء وهناك أوصياء وهناك علماء وهناك كتب سماوية وهناك ملائكة صاعدة نازلة وهناك معجزات وهناك فتن وبلايا وهناك جهاد وهناك حجرة وهناك 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 لماذا كل هذا الله يريد هذا هل نعترض على إرادتي الحكيم العالم العزيز الجبار الفرد الواحد الأحد أقصمت هذه إرادته وهو لا يريد إلا جميلا وهذه حكمته والحكيم بحكمة الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن نتوقع ضلالا في حكمته هذا هو الذي يريده الله فاصنعوا ما أنتم صانعون برغم آنافكم هذا هو الحق هذا هو الذي يريده الله وهذا قرآن من أوله إلى آخره يتحدث بهذا المنطق حرفت سقيفة بني ساعد وحرفت سقيفة بني طوسي ولكن جاء الوقت لبيان الحقائق على الأقل للذين يطلبون الحقيقة صدقا وحقا هذا الجهد الذي يبذل في مؤسسة القمر وعبر شاشة القمر ما هو إلا نزر يسير في طريق البحث عن الحقيقة البحث عن الحقيقة يحتاج جهدا كبيرا ولا بد أن يدفع الإنسان الباحث عن الحقيقة ضريبة كبيرة وإلا لن يصل إلى الحقيقة مع كل هذا التحريف والتزييف في دين السنة في دين الشيعة في كل الأديان الأخرى هذا قول رسول الله لعليين صلى الله عليهما وآلهما والذي وعمل صالحا ثم اهتدى إلى ولايتك هذه هي الهداية التي تتحدث عنها آيات سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى هدى للمتقين علي 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 لا شك فيه هدى للمتقين كما يقول الصادق المصدق جعفر صلوات الله عليه هدى للمتقين بيان لشيعتنا إذن هل هناك من مقايسة في المنزلة بين الكتاب الصامت وبين الكتاب الناطق ماذا تقولون هذا هو الذي قصدته من أن حديث الثقلين حديث برزخي حديث يخبرنا عن أن تطابق توافقا فيما بين الكتاب الصامت والكتاب الناطق فالكتاب الصامت هو جزء هو جزء من الأجزاء المرتبطة بحقيقة الإمام المعصوم الكتاب الصامت شأن من شؤون الإمام المعصوم وحين أتحدث عن الإمام المعصوم إنني أتحدث أولا عن محمد صلى الله عليه وآله فإنه إمام الأئمة الأول وأتحدث بعد ذلك عن علي وفاطمة وسائر الأئمة المعصومين بالتفرع والتبعية لمحمد الأعظم 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 صلى الله عليه وآله فحينما أقول الإمام المعصوم إنني أقصد بالدرجة الأولى محمد المصطفى صلى الله عليه وآله هو إمامنا وهو إمام أئمتنا وهو إمام الوجود وهو إمام الكائنات وهو إمام الغيب والشهادة أبو الزهراء محمد صلى الله عليه وآله نذهب إلى فاصل صار واضحا هناك كتاب ناطق وهناك كتاب صامت في الآيات الأولى من سورة البقرة في الآية الثانية بعد البسملة ذلك الكتاب لا ريب فيه هذا الكتاب هو الكتاب الناطق في الآية الرابعة بعد البسملة والذين يؤمنون بما أنزل إليك هذا الكتاب صامت فهناك كتابان كتاب ناطق وكتاب صامت كلمة كتاب في لغة العرب تعني حقيقة جامعة فأصل الكلمة من الكتب وهو الجمع ولذا يقال لمجموعة الجنود كتيبة وهذا الذي نخطه بأقلامنا يقال له كتاب لأننا نجمع بين الحروف فنصنع فنصنع الكلمات ونجمع بين الكلمات فنصنع الجمل ونجمع بين الجمل فنصنع السطور ونجمع بين السطور فنصنع الصفحات ونجمع بين الصفحات فنصنع الكتب فالكتابة جمع بين الحروف جمع بين الكلمات جمع بين الجملي جمع بين الصطور جمع بين الصفحات هذه هي الكتابة لفظة الكتاب تعني حقيقة جامعة وكل حقيقة جامعة يمكننا أن نطلق عليها هذا العنوان الكتاب فعلي حقيقة جامعة والمصحف حقيقة جامعة إلا أن فارقا كبيرا بين المصحف وبين علي القرآن أخبرنا بذلك القرآن حين حدثنا عن المصحف فقال لنا هو الذي أنزل عليك الكتابة منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله المصحف فيه ما هو محكم وفيه ما هو متشابه ولذا بإمكان الناس أن يحول المصحف إلى كتاب ضلال وهذا هو الذي جرى في هذه الأمة فكل الفرق تستدل على صحة ضلالها بهذا الكتاب الذي فيه آيات محكمة وفيه آيات متشابهة بينما يحدثنا القرآن عن علي عن الكتاب الناطق في سورة ياسين في الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين فهذا الكتاب كتاب مبين ليس فيه متشابه وكل ما موجود فيه هو في درجة الإحصاء الإحصاء التشخيص والتعيين الدقيق فهذا لا يوجد فيه متشابه كله محكم المتشابه موجود في الكتاب الصامت ولذا فإن الكتاب الصامت ناقص ناقص من جهة حاجته للكتاب الناطق الكامل الكتاب الصامت كامل من جهة ألفاظه من جهة مضامين ألفاظه لكنه ناقص من جهة حاجته الكتاب الصامت ليس غنيا بينما الكتاب الناطق كتاب غني يستغني عن المصحف لماذا؟ لأن حقائق المصحف جزء من كيانه وهذا هو الذي أشارت إليه الآيات في سورة الواقعة من الآية السابعة والسبعين بعد البسملة وإلى الآية الثمانين إنه إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون لابد أن نعرف أن القرآن حدثنا عن علاقة العترة بالقرآن في أكثر من مستوى في السابعة بعد البسملة من آل عمران حدثنا عن علمهم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم الراسخون في العلم محمد وآل محمد آل محمد علمهم كعلم محمد وعلم محمد كعلم الله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هذا مستوى من مستوى علاقة العترة بالقرآن هذا مستوى العلم ولكنه علم حقيقي ليس علما كسبيا تحصيليا كالعلم الذي أمتلكه أنا وتمتلكونه أنتم العلم الذي تتحدث الآية عنه هذا علم حقيقي ذاتي يعني أن ذواتهم في أصلها مصنوعة من العلم أما ذاتي أنا فليست مصنوعة من العلم أنا محتاج للعلم عندي من الوسائل ما أستطيع أن أستخدمها لكسب العلم لتحصيل العلم هذا حالي وحالكم أما هم هؤلاء الذين جاء علمهم معطوفا على علم الله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ذواتهم مصنوعة من العلم ذواتهم حقائق علمية أما أنا وأنتم فنحن حقائق قادرة على التعلم فارق كبير فارق كبير وحتى الأنبياء فإنهم حقائق قادرة على التعلم ولذا تجدون أن علم الأنبياء ناقص في آيات القرآن القرآن يحدثنا عن علم ناقص عند الأنبياء فيما جاء في قصة سليمان وآصف حدثنا القرآن من أن آصف عنده علم من الكتاب علم من الكتاب أما علي حدثنا القرآن من أنه عالم بالكتاب كله في الآية الثالثة والأربعين بعد البسملة من سورة الرعد وهي آخر آية فيها ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب هذا هو الذي جاء مذكورا في السابعة بعد البسملة من آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم عطف على الله قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب هذا مستوى من مستوى علاقة العترة بالقرآن مستوى آخر فإن القرآن في حقيقته العميقة يمازج وجوده بالنسبة لي إذا كنت عالما بشيء من القرآن فأنا شيء وعلمي الجزئي بما تعلمته من القرآن شيء آخر فعلمي بالقرآن شيء وأنا شيء أما العترة علمهم بالقرآن وهم شيء واحد والآيات تشير إلى هذه الحقيقة لا يمسه إلا المطهرون هذه مماسة بين حقيقة القرآن وحقيقة العترة ولذا فإن الكتاب الصامت بكل حقائقه جزء من مضمون الإمام المعصوم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فهل هناك من مقايسة حينئذ بين الكتاب الصامت والكتاب الناطق الحقائق واضحة جلية حديث الثقلين لا يمثل الغاية في الحقيقة حديث الثقلين لا يمثل الغاية في العقيدة ولا هو بنهاية المطاف في المعرفة الدينية حديث برزخي بمثابة بوابة يدخل من خلالها الطالبون للحقيقة الباحثون عن دين محمد عن دين العترة الطاهرة صلوات الله عليهم جميعا فما يقوله الطوسيون ما يقوله البعض من أن الكتاب أفضل من العترة هذا تحريف وتخريف وتزييف وما يقوله الطوسيون من أن الكتاب والعترة بمنزلة واحدة هذا تحريف وتخريف وتزييف كل هذا يخالف منطق القرآن وما يقوله الطوسيون من أن حديث الثقلين يمثل نهاية المطاف في العقيدة الدينية هذا تحريف وتخريف وتزييف وما يقوله الطوسيون من أن حديث الثقلين يعرض لنا الأئمة على أنهم أئمة في العلم الديني في دائرة التبليغ هذا تحريف وتخريف وتزييف كل هذا كفر بمنطق القرآن أخذتم تتلمسون خطورة الجريمة الكبرى التي قام بها المذهب الطوسي بحق دين العترة الطاهرة أم أنكم لازلتم غاطسين في قذارات الطوسيين لا تستطيعون أن تدركوا خطورة ما فعله الطوسيون اللعناء بدين العترة الطاهرة إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون هذه المماثة ممازجة ممازجة حقيقية مضمون القرآن هو جزء من حقيقة المعصوم شأن من شؤونه ومنزلة المعصوم أعلى وأعلى وأعلى المعصوم وجه الله ماذا نقرأ في الآية الخامسة بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم بحسب أحاديثه وبحسب تأويل أمير المؤمنين علي لقرآنه فإن وجه الله هنا هو صاحب الأمر والزمان بصريح العبارة عن أمير المؤمنين الرواية موجودة في كتاب الاحتجاج للطبرس وتجدونها في مصادر أخرى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم قد يستغرب بعضكم هذا المعنى القرآن يصدق هذا المعنى القرآن يصدق هذا المعنى أتعلمون أين إذا ما ذهبنا إلى الآية الخامسة بعد المئة من سورة التوبة فماذا نقرأ فيها وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون الرؤية واحدة رؤية الله رؤية رسوله رؤية المؤمنين لنا واحدة المؤمنون هنا هم الأئمة الطاهرون وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون هل تتوقعون أن المؤمنين المقصود منها أنا وأنتم إذا كنا مؤمنين كيف نطلع على كل شيء الآية تتحدث عن عن رؤية إحاطية وقل اعملوا هذا الكلام موجه لي ولكم ما الذي سيكون وقل اعملوا فسيرى الله عملكم رؤية الله إحاطية ورسوله ورؤية الرسول أيضا إحاطية بحسب العطف والمؤمنون الرؤية إحاطية فلا يمكن أن المؤمنين ينطبق علي وعليكم لا يمكن أن ينطبق على الصحابة ولا يمكن أن ينطبق على نساء النبي هذا الوصف ينطبق على العترة على الراسخين في العلم على المطهرين الذين القرآن جزء من حقيقتهم شأن من شؤونهم هذا يعني أنهم في كل مكان المراد أنهم في كل مكان رؤيتهم علمهم قدرتهم على الإحاطة هذا شيء الله صنعه لهم تريدون أن تعترضوا على الله اعترضوا على الله اعترضوا على الله الله هو الذي يقول هذا قرآن وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون بصريح العبارة رؤية المؤمنين ورؤية رسول الله ورؤية الله واحد بنفس الإحاطة بنفس الدرجة وهذه هي الواو العاطفة المؤمنون جمع مذكر سالم إنهم المطهرون في آيات سورة الواقعة إنهم الراسخون في العلم في سورة آل عمران إنهم 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 العترة في حديث الثقلين هؤلاء وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الآية واضحة من أن الرؤية شاملة لعالم الغيب والشهادة لكن الآية أفردت ذكر الله لأن الله هو الآصر وهو الذي أعطى القدرة لمحمد وأهل محمد على هذه الرؤية وعلى هذه الإحاطة العلمية وهنا حينما تتحدث الآية عن رؤية فهي لا تتحدث عن رؤية حسية إذا كان الحديث عن رؤية حسية إذن هم يرون الأشياء لكنهم لا يسمعون هذه رؤية علمية حقيقية إحاطية هذا المعنى نحن لا نستطيع أن نتصوره لكنني أقرب لكم الأمر بمثال حسي والأمثلة الحسية حينما تضرب لتقريب معنى الحقائق الغيبية تكون مبعدة في أكثر الاتجاهات قد تكون مقربة بدرجة من التقريب في اتجاه من الاتجاهات علم الإنسان بنفسه يختلف عن علمه بغيره حينما أعلم أني جائع الجوع جزء مني بينما حينما أعلم أن صديقي جائع أن ابني جائع أن جاري جائع هذه صورة جوع جاري ليس جزء مني جوع صديقي ليس جزء مني لكن جوع أنا هو جزء مني حينما أكون خائفا حينما أكون فرحا حينما حينما ما أعلمه عن نفسي ما أعلمه عن نفسي ليس معلومة في ذهني كمعلومة عن حال ولدي عن حال صديقي عن حال أي أحد من الناس مثلما الجوع الذي أستشعره هو جزء مني فعلمي هذا جزء مني لا أستطيع أن أفكك بين علمي وعالميتي فأنا عالم بجوعي جوعي معلومة علم وأنا عالم به لا أستطيع أن أفكك حتى نظريا لا أستطيع أن أفكك بين علمي وعالميتي بينما حينما أعلم أن ولدي جائع أن ولدي مريض أن صديقي مسافر أن صديقي فرح يمكنني أن أفرق بين علمي هنا وعالميتي فعالميتي هي قدرتي على العلم وعلمي هنا هي صورة عن المعلومة الموجودة في الخارج في الخارج صديقي مريض هناك صورة استنتجت واستخرجت من هذه الحالة المعلومة صديقي مريض على أرض الواقع هناك صورة من هذه المعلومة وصلت إلى ذهني من طريق سؤالي صديقي من طريق أن أحدا أخبرني إلى غير ذلك فصورة هذه المعلومة شيء وأنا شيء بينما جوعي مرضي فرحي الذي هو جزء مني ما هو بصورة معلومة هذا جزء مني المثال قد يقرب من وجه لكنه يبعد من وجوه كثيرة لأن الحديث عن المعصومين ليس بهذه السذاجة ولكنني ماذا أصنع فإن القرآن يكون جزءا منهم مثلما جوعي هو جزء مني لا يمكن التفكيك بين القرآن وبين الإمام المعصوم لا يوجد تفريق بين علمه بالقرآن وعالميته ومن هنا فإن المعصوم لا يحتاج إلى المصحف فكيف يتصور المتصور من أن المصحف أعلى منزلة من المعصوم هناك ثقل أكبر وثقل أصغر أو كيف يتصور المتصور من أن المصحف والمعصوم بمنزلة وحدة حقائق المصحف هي شأن من شؤون المعصوم رؤية المعصومين لنا ولغيرنا للوجود كله بهذه الطريقة بهذه الطريقة هم لا يرون شيئا مكشوفا أمامهم لو أراد الله أن يجعلني أرى الآخرين فإنه يكشف لذلك لكن الرؤية الإلهية الإحاطية ليست هكذا فهذه الآية التي تتحدث عن رؤية إلهية واحدة لله وللرسول وللمؤمنين لا تكون من قبيل الإنكشاف هذه قضية عميقة هؤلاء أتحدث عن محمد وآل محمد علمهم وعالميتهم واحدة هذه المطالب عميقة عميقة جدا لو كان المقام منعقدا للحديث عن علم المعصوم لبصدت لكم القول في ذلك من آيات الكتاب ومن أحاديثهم ورواياتهم لكنني أعود إلى الآية الخامسة بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة من البقرة ولله المشرق والمغرب الإحاطة فأينما تول فثم وجه الله الآية ما قالت فأينما تول فثم الله الله شيء ووجهه شيء ولله المشرق والمغرب لماذا لم تقل الآية ولوجه الله المشرق والمغرب الآية قالت ولله المشرق والمغرب نهاية الملك له نهاية الوجود له محمد وآل محمد وجودهم بيده إذا أراد أن يعدمهم فإنه سوف يعدمهم محمد وآل محمد في كل مقاماتهم هم أكثر افتقارا مني ومنكم إلى الله لماذا لأن الله سبحانه وتعالى أعطاني وأعطاكم فضلاً فضلاً محدوداً فحاجتنا إلى الله بحدودنا التي لا قيمة لها إذا أردنا أن نقايسها بمحمد وآل محمد العطاء الذي أعطاه الله لمحمد وآل محمد نحن لا نستطيع أن نتصور حدوداً افتقارهم إلى الله بقدر العطاء وافتقاري إلى الله بقدر العطاء عطائي محدود فافتقاري إلى الله بحدود العطاء الذي عندي وهو كل وجودي كل وجودي مفتقر إلى الله لكن عطاء الله بالنسبة لي محدود إذا أردت أن أقايسه بعطاء الله لمحمد وآل محمد ولذا فإن محمد وآل محمد أكثر افتقاراً مني ومنكم إلى الله وهنا يتجلى معنى حقيقة العبودية فيهم فقط لأنهم يدركون حقيقة حقيقة الافتقار المطلق إلى الله أما أنا فلا أدرك ذلك وأنتم لا تدركون ذلك وكل الكائنات لا تدرك ذلك إننا ندرك بحسبنا محمد وآل محمد لأن العطاء مطلق بالنسبة إليهم فالافتقار مطلق بالنسبة إليهم ولذا فإن العبودية مطلقة بالنسبة إليهم أما أنا العطاء عندي محدود والافتقار عندي محدود بحسب العطاء وإن كان كل وجودي افتقار لكن كل وجودي محدود ولذا فإن عبودية محدودة أنا لست عبدا حقيقيا لله أنا عبد مملوك لله لكنني في مضموني لست عبدا حقيقيا لله ولذا فأنا محتاج للعبد الحقيقي لله كي أصل من خلاله إلى الله ما جاء في دعاء شهر رجل المروي المروي عن إمام زماننا لا فرق بينك وبينها لا فرق بينك وبين حقائق محمد وآل محمد إلا أنهم عبادك وخلقك هم عباد هم مخلوقون لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك هذا هو الذي أحدثكم عنه هنا ولله ولله المشرق والمغرب كل شيء عائد إليه فأينما تولوا في هذه المساحة الواسعة من عطاء الله ووجوده فأينما تولوا ما قالت الآية فثم الله فثم وجه الله فثم وجه الله إن الله واسع علي إن الله واسع علي هناك وجه الله وهناك الله هذه الإحاطة لوجه الله هي هي التي مرت علينا في الآية الخامسة بعد المئة من سورة التوبة وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون فأين وجه المقايسة فيما بينهم وبين المصحف لا وجه للمقايسة حديث الثقلين بوابة بوابة يدخل من خلالها الداخلون إلى دين العترة الطاهرة وبعد أن يدخل عليهم أن يتحرك في ليلهم ونهارهم لتحصيل معرفتهم بإمام زمانهم من بات ليلة الصادق يقول صلوات الله عليه من بات ليلة لا يعرف فيها إمام زمانه مات ميتة جاهلية نذهب إلى فاصل في الآية التاسعة بعد البسملة من سورة الحجر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون دققوا النظر في الآية الكريمة لا شأن لكم بما يقوله مفسروا السقيفتين دققوا النظر في هذا القرآن وتدبروا فيه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفالها هذا الخطاب أليس موجها لي ولكم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون دققوا النظر في الآية الكريمة إننا نحن نزلنا الذكر هذا الذكر نزلناه على جهة معينة على جهة مخصوصة لم ينزل على أي أحد ولم ينزل على الأمة جمعا نزل على محمد صلى الله عليه وآله هل عندكم شك في ذلك إننا نحن نزلنا الذكر في السياق نفسه وإنا له لحافظون إن إن في أصلها إننا إن للتأكيد فما قالت الآية إننا وإنما قالت إن امتزجت نون الضمير مع إن هناك امتزاج لماذا للتأكيد إِنَّا إِنَّا نَحْنُ وَنَحْنُ تأكيد تأكيد للضمير نَا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرِ وَإِنَّا فَإِنَّا لَحَافِظُونَ لَحَافِظُونَ وهنا أيضاً ثلاثة أنواع من التأكيد وإن إن للتأكيد وإمتزاج الضمير نَا مع إن تأكيد ثاني ثم لام التوكيد التي جاءت في تعبير لحافظون هذه لام التوكيد ففي الشطر الأول من الآية هناك ثلاثة أنواع من التأكيد وفي الشطر الثاني من الآية هناك ثلاثة أنواع من التوكيد إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرِ فَأُنْزِلَ الذِّكْرُ على محمد صلى الله عليه وآله وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ في الأوراق أي منطق هذا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ عند الصحابة الجهال وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ عند نساء النبي وعائشة هي التي تقول من أنها كانت قد وضعت القرآن تحت سريرها فَإِنَّا لَحَافِظُونَ للقرآن وهي التي خالفت القرآن وخرجت إلى البصرة والحكاية طويلة طويلة القرآن لابد أن يكون محفوظاً عند الجهة التي أنزل عليها هذه الجهة التي أنزل عليها أنزل على محمد وعلى آل محمد مر علينا كلام أمير المؤمنين في نهج البلاغة في الحلقة الماضية من أن النبي قال لعلي من أنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى وعلي هو الذي كان يقول إنني رأيت نور الوحي والرسالة وكنت أشم رائحة النبوة فعلي يعيش في هذه الأجواء يرى نور الوحي والرسالة ويشم رائحة النبوة ويسمع ما يسمع النبي ويرى ما يرى النبي أكان جالساً بقربه أم كان في بلد بعيد لأن الرؤية واحدة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون رؤية إحاطية واحدة هذا التفريق من أن محمد صلى الله عليه وآله هو النبي وعلياً هو الوصي هذه وظائف وإلا فإن التعبير بأنفسنا في الآية الحادية والستين بعد البسملة من سورة آل عمران في واقعة المباهلة يشرح كل هذا الذي أنا أتحدث عن إنه نفس محمد إنها كلمة محمد صلى الله عليه وآله أنا علي وعلي أنا إنها كلمة علي وهو يقول أنا محمد ومحمد أنا أولهم محمد هذا كلام أمير المؤمنين في حديث المعرفة بالنورانية أولهم محمد أوسطهم محمد آخرهم محمد كلهم محمد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون هذا الحفظ أين يكون مثلما جاء في سورة الواقعة في الآيات التي مرت علينا قبل قليل إنه لقرآن كريم تأكيد بإنه وبلام التوكيد إنه لقرآن كريم وحتى الوصف هنا بأنه كريم هو تأكيد لأن كلمة قرآن دالة على الكرامة والعلو والرفعة من دون أن يوصف القرآن بالكريم إنه لقرآن كريم أين؟ في كتاب مكنون في كتاب مكنون هذا الكتاب المكنون هل هو الصحائف والأوراق؟ هل الصحائف والأوراق يقال عنها كتاب مكنون كتاب سري كتاب خفي القرآن القرآن مليء بالأسرار والحقائق وتلك الأسرار والحقائق عند محمد وآل محمد فقط إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الذكر محفوظ عند محمد وآل محمد وحديث الثقلين يشير إلى هذا من أن الكتاب سيكون مع العترة لن يفترق حتى يرد علي الحوض لن يفترق النبي لا يتحدث عن أنه على الحوض يأتي المعصومون يحملون القرآن المصحف بأيديهم أي سذاجة هذه إنما هو القرآن الذي هو جزء من كيانهم مثل ما بيّنت لكم قبل قليل النبي يوجهنا ليس إلى المصحف المصحف وسيلة نستعين بها على تذكري مضامين القرآن النبي يوجهنا إلى المعصوم النبي لا يوجهنا إلى القرآن المكتوب على الأوراق يوجهنا إلى القرآن الذي هو جزء من المعصوم القرآن الذي هو جزء من الأوراق الأعداء يدوسونه بأرجلهم وربما يطبع على ورق نحن لا نعرف أصل هذا الورق ربما صنع من مواد نجسة وربما يكتب بحبر صنع من مواد نجسة نحن لا ندري القرآن الذي يوجهنا رسول الله إليه هو هذا الذي ذكر في الآية التاسعة بعد البسملة من سورة الحجر إنا نحن نزلنا الذكر هذا هو الذكر وإنا له لحافظون توجه إلى الجهة الحافظة للذكر أين هي هذه الجهة؟ عنوانه الأولي حديث الثقلين هذا هو العنوان الأولي لهذه الجهة القرآن ليس محفوظا في دار المقارئ المصرية مثلا أو عند قراء القرآن العراقيين أو الإيرانيين القرآن ليس محفوظا في المؤسسات السعودية التي أسسها الملك فهد ابن عبد العزيز لطباعة المصحف القرآن ليس محفوظا عند هذه الجهات القرآن محفوظا عند الجهة التي جعلها الله حافظة لقرآنه في الآية نفسها لا يمكن أن الشطر الأول من الآية يأتي بكل هذه التأكيدات ويكون الحديث فيه عن محمد صلى الله عليه وآله ويكون محمد حافظا للقرآن في زمانه ولكن بعد رحيل محمد عن الدنيا يأتي الشطر الثاني من الآية ويكون حفظ القرآن عند الأمة الجاهلة عند الأمة الغادرة عند الأمة الفاجرة لا يمكن هذا أي كلام من هذا هذا هراء سقيفة بني ساعدة وهراء سقيفة بني طوسي القرآن محفوظ في الخزانة التي جعلها الله خزانة لأسراره العترة الطاهرة ولذا لا يوجد افتراق بين القرآن المحفوظ فيها وإلا إذا كان الحديث عن هذا المصحف فبأي قراءة سيأتي الأمة يحملون المصاحف بقراءة الكساء ما هو أحد القراءة السبعة هذا الذي كان يدمن على شرب الخمرة وكان يدمن على اللواط يأتون بهذا القرآن بقراءة الكساء هناك مصاحف مطبوعة بقراءة الكساء ويتختلف عن المصاحف التي طبعت بحسب قراءة حفظ إذا ما ذهبتم إلى شمال أفريقيا إلى أفريقيا عموما فإن المصاحف هناك تطبع بحسب قراءة ورش لأن القراءة الشائعة في شمال أفريقيا وفي أفريقيا عموما القراءة الشائعة قراءة ورش وهي تختلف في الطباعة عن قراءة حفظ عن قراءة حفظ عندي في المكتبة العديد بل الكثير من المصاحف التي تختلف طبعاتها بحسب القراءات المعصومون يأتون يوم القيامة ويردون على رسول الله على الحوط يحملون المصاحف بقراءة من بطباعة من ما هذا الهراء القرآن الذي وجهنا إليه رسول الله في حديث الثقلين وفي بيعة الغدير إنه القرآن الذي هو جزع لا يتجزع من المعصوم هو جزع من قيانه نحن لا نحتاج إلى المصحف مع وجود المعصوم إذا قال المعصوم بأن المصحف هذا فيه أخطاء هل نقول له لا إن المصحف هذا هو الذي أمرنا رسول الله بأن نتمسك به في حديث الثقلين أي هراء هذا القرآن الذي يتحدث عنه النبي صلى الله عليه وآله في حقيقة مضمون حديث الثقلين هو القرآن الممزوج بوجود المعصوم الذي هو شأن من شؤون المعصوم صلوات الله عليه إننا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون هذه الخزانة هي التي ذكرت في سورة ياسين في الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة وكل شيء أحصيناه في إمام مبين القرآن شيء من الأشياء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يقول أنا ذلك الإمام المبين الذي أحصي فيه كل شيء هذا كلام علي قاله علي ونقله الأئمة لنا عن علي وأئمتنا قالوا لنا من أن الإمام المبين في هذه الآية بالدرجة الأولى علي علي لأنه هو الخزانة الإلهية التي حفظت القرآن والإنجيل والزبور والتوراة وكل ما أنزل الله وكل شيء أحصيناه في إمام مبين علي هذا عطر علي يفوح من الآية يميناً وهساراً إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون الآية تحتاج إلى تدبر مع شيء من الذوق في البلاغة والأدب العربي مع شيء من الإنصاف مع شيء من احترام العقل مع ثقافة قرآنية صحيحة مثلما بيّنت لكم المضامين المتقدمة في حلقة يوم أمس وفي هذه الحلقة إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون نذهب إلى فاصل في الآية الحادية والستين بعد البسملة من سورة آل عمران إنها آية المباهلة فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم ما جاءك من العلم الآية تشير إلى القرآن فمن حاجك فيه حاجك في عيسى المسيح فمن حاجك فيه في عيسى المسيح من بعد ما جاءك من العلم في القرآن لأن النصارى اعترضوا على القرآن اعترضوا على القرآن وما جاء من وصف لعيسى في القرآن المباهلة المباهلة كان مضمونها عيسى مضمونها منزلة عيسى عند الله فمن حاجك فيه في عيسى من بعد ما جاءك من العلم ما جاءك من العلم في القرآن إذن القرآن ليس قادرا على أن يثبت نفسه بنفسه ولذا فإن النبي دعاهم إلى المباهلة وسيلة المباهلة علي وفاطمة وحسن وحسين هؤلاء هم الوسيلة التي من خلالها سيقام الدليل على أحقية القرآن من هو الأعلى منزلة أصلا هل هناك من مقايسة بينهم وبين المصحف هؤلاء هم البراهين والأدلة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وآله لإثبات أحقية القرآن ولذا فإن نصارى نجران لما رأوا علي وفاطمة وحسنا وحسينا وحين وضع عليهم غطاء رسول الله تراجعوا 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 وقالوا إننا لا نستمر في المباهلة وقبلوا بشروط النبي وهذا الأمر مذكور في كتب السنة قبل كتب الشيعة فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم ما جاءك من القرآن فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم حسنا وحسينا ونساءنا ونساءكم الزهراء فاطمة وأنفسنا وأنفسكم علي أمير المؤمنين ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبي فهؤلاء العترة وسيلة محمد إنه جعلهم دليلا وبرهانا على أحقية قرآنه أعتقد أن المضامين واضحة هؤلاء هم الجهة الحافظة وليس تلك التي تضع القرآن تحت سريرها وليس ذاك الذي لا يعرف حكم التيمم في القرآن وليس 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 هؤلاء هم الجهة الحافظة للقرآن والأمر منحصر فيهم ولذا فإن أمير المؤمنين بعد استشهاد رسول الله بعلم ومسمع ومرع من الصحابة اعتزل في بيته وكتب لهم المصحف مع أن المصحف كان موجودا في زمان النبي كانوا يكتبون القرآن لكن أمير المؤمنين أراد أن يثبت عملياً من أن الخزانة الحقيقية للقرآن علي فجاءهم بقرآنه ورفضوه رفضوه وبعد ذلك عبثوا ما عبثوا في إحراقهم للمصاحف وفي جمعهم للآيات والسور والحديث طويل في هذا الموضوع القرآن محرف نعم حرفته الأمة لكن القرآن محفوظ عند محمد وآل محمد ونحن في دين العترة لا نعاني من هذه المشكلة لأن القرآن محفوظ عند إمام زماننا والأحاديث التفسيرية بيّنت لنا مواطن التحريف والخلل ولا أريد أن أخوض في هذه الجهة كثيراً البرنامج ليس منعقداً لهذا الموضوع عندي حلقات مفصلة في برنامج الكتاب الناطق بهذا الخصوص يمكنكم أن تعودوا إليها إذا كنتم على فضول لمعرفة حقيقة الموضوع فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين هؤلاء هم العترة الحافظة للقرآن وهؤلاء هم العترة المطهرة التي القرآن في حقائقه الحقيقة وفي حقائقه العظيمة وفي حقائقه العميقة جزء من كيانهم جزء لا يتجزأ مثل ما حدثتكم قبل قليل عن علمي بجوعي عن علمي بفرحي فإنهم يعلمون القرآن بما هو أعمق وأدق من هذا المثال الذي ضربته لكم في سورة الزخرف في الآية الثالثة والرابعة بعد البسملة إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون عملية جعل فهذا الكلام الذي يقال له قرآن جعل لفظا عربيا هو هو يشير إلى حقيقة عظيمة وعميقة بدلالة أن القرآن تحدث عن نفسه فقال من أنه تبيان لكل شيء بحسب الألفاظ الألفاظ محدودة كيف تكون الألفاظ المحدودة تبيان لكل شيء أصلا أحكام الدين ليست موجودة في هذا المصحف آيات الأحكام محدودة أحكام الصلاة ليست موجودة في هذا المصحف أحكام الصيام وسائر الأحكام الأخرى ما بين من الأحكام كان بيانا إجماليا وهذا أمر لا يخفى على المسلمين المصحف محدود بألفاظه فكيف يكون تبيانا لكل شيء هذا التبيان في أعماق هذا المصحف مثل ما يصف أمير المؤمنين القرآن فيقول من أن القرآن ظاهره أنيق هذه الأناقة في البلاغة والجمال في الفصاحة هذه الأناقة الواضحة في التعبير القرآني ظاهره أنيق هذه الأناقة في جمال أحكامه وفي جمال غاياته وفي جلال صوره التي يرسمها لنا عن حقائق الدنيا وحقائق الآخرة هذا هو الظاهر الأنيق ظاهره أنيق وباطنه عميق الباطن العميق هو هذا الذي لا أدركه أنا ولا تدركونه أنتم أما السخافة مفسري السقيفة بني ساعدة وخراء مفسري السقيفة بني طوسي فهذا لهم لا شأن لنا بهم ولا بسفاهتهم ولا بخراء الطوسي إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إنما جعل بهذه الهيئة وبهذه الكينونة من التعابير المحدودة ومن الألفاظ المعدودة وبهذا الأسلوب وبهذه السياقات وبحسب الثقافة العربية وبحسب البلاغة العربية جعل هذا لعلكم تعقلون لعلكم ليس هناك من ضمان لكننا سنذهب معكم إلى آخر نقطة لأجل هدايتكم مثل ما يقال في الأحاديث الشريفة من أن الذي له صبي هذه أحاديث النبي وأحاديث الأئمة صلوات الله عليهم من أن الذي له صبي يستحب أن يتصاب له أن يلعب معه أن يتصاب له سبحانه وتعالى أحن على عبيده من الأم على وليدها الوحيد وأعطف وأرأف وأرحم ولذا فإنه يذهب بعيدا في رحمته لأجل لأجل هداية هذا الإنسان إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلوا لكنه في الحقيقة شيء آخر وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم في مستوى في مستوى الحقائق شيء آخر شيء آخر في المستوى الذي أنتم فيه جعلناه ألفاظاً جعلناه كلمات بحسب لغة العراب بحسب لسان العراب وجاء القرآن بلسان قريش لأن لغة قريش كانت هي الأفصح هي الأفضل إنها لغة العاصمة وهذا في كل التاريخ وفي كل البلدان في زماننا لغة العاصمة في أي بلد من البلدان هي الأكثر تحضراً هي الأجمل هذا معروف في كل بلدان العالم لغة العاصمة لغة قريش هي لغة العاصمة لأن مكة هي أم القرى هي عاصمة العراب ولذا فإن القرآن نزل بلغة قريش بلغة العاصمة إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم هذا الكتاب الناطق نحن نقرأ على سبيل المثال في الزيارة المطلقة السابعة من زيارات أمير المؤمنين إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان السلام على النبأ العظيم نسلم على أمير المؤمنين السلام على النبأ العظيم السلام السلام على من أنزل الله فيه وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم السلام على صراط الله المستقيم السلام على من أنزل الله فيه وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم في الزيارة السادسة المطلقة من زيارات أمير المؤمنين ونحن نزور الأمير فنقول السلام على صاحب الدلالات والآيات الباهرات والمعجزات القاهرات والمنجي من الهلكات الذي ذكره الله في محكم الآيات فقال تعالى وَإِنَّهُ فِي أُمُّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ وحينما نناجي صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه في دعاء الندبة الشريف نخاطبه يَبْنَى الصِّرَاطِ الْصِرَاطِ الْمُسْتَقِيمُ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمُ يَبْنَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمُ يَبْنَى النَّبَأِ الْعَظِيمُ النبَأُ الْعَظِيمُ عَلِيٌّ يَبْنَى مَنْ هُوَ فِي أُمُّ الْكِتَابِ لَدَى اللَّهِ وَعَظِحَةٌ من القرآن هذه حقائق القرآن القرآن قام بنفسه بعملية مقارنة واضحة فيما بين الكتاب الصامت والكتاب الناطق إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا هذا هو الكتاب الصامت لعلكم تعقلوا لعلكم يمكن أن تنتفعوا منه ويمكن أن لا تنتفعوا منه وإنه هذا الكتاب الصامت وإنه في أم الكتاب في عالم الحقائق لدينا لعلي حكيم حقيقة علية حكيمة لا يقال عنها لعلكم تعقلون لعلكم تعقلون هذا مع الكتاب الصامت الذي يمكن أن تجعله الأمة كتاب ضلال مثل ما مر علينا في الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران أعتقد أن الحقائق واضحة وجلية وساطعة جدا 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 نذهب إلى فاصل في الآية الستين بعد البسملة من سورة النحل للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء لا شأن لنا به إننا نبحث عن غايتنا للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم القرآن يخبرنا ويخبرنا عن المثل الأعلى لله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء الذين لا يؤمنون بالآخرة شيء ومثل السوء شيء آخر هو مثله ولله المثل الأعلى الله شيء والمثل الأعلى شيء آخر تعود ملكيته لله ولله المثل الأعلى هذا المثل الأعلى مثل ما جاء مذكورا في سورة النحل في الآية الستين بعد البسملة جاء مذكورا أيضا في سورة الروم في الآية السابعة والعشرين بعد البسملة وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض المثل الأعلى أعظم مخلوق خلقه سبحانه وتعالى الآية واضحة وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ما هو الدليل للذين يعرفون حقائق الإيمان نحن لا نتحدث عن دليل فلسفي أو كلامي هنا نحن نتحدث عن دليل قرآني للذين تشبعوا بحقائق القرآن وتشربوا بحقائق الإيمان وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ما هو الدليل وله المثل الأعلى الذي خلق المثل الأعلى في السماوات والأرض لقادر على أن يبدأ الخلق مثل ما قالت الآية يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه فالذي خلق المثل الأعلى في السماوات والأرض لقادر أن يفعل ذلك وهو أهون عليه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم المثل الأعلى العترة الطاهرة ما أنا الذي أقول الزيارة الجامعة الكبيرة إنها دستورنا العقائدي هي التي تقول من أن المثل الأعلى العترة الطاهرة هكذا نقرأ في زيارة الجامعة الكبيرة في بداياتها ونحن نسلم على محمد وآل محمد السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجا وأعلام التقى وذو النهى وأولي الحجة الحجة العقل في أعلى مراتبه وأولي الحجة وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنة المثل الأعلى لله سبحانه وتعالى محمد وآل محمد في حديث الثقلين المثل الأعلى العترة الطاهرة في سورة النور بحسب الألفاظ فإن المثل الأعلى في الألفاظ قرآنيا ما جاء في الآية الخامسة والثلاثين بعد البسملة من سورة النور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشأ ويضرب الله الأمثال للناس هذا هو المثل الأعلى لفظيا يهدي الله لنوره من يشأ ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء علي الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات إلى آخر الآية الكريمة ويضرب الله الأمثال للناس هذا هو المثل الأعلى في الكتاب الكريم بحسب تأويلهم لقرآنهم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فإن الآية تحدثنا عن تجليات الحقيقة المحمدية العظمى الآية تخبرنا عن مظاهر الحقيقة المحمدية العظمى والتي تتجلى أنوارها في حقائق آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين المقام ليس منعقدا للحديث عن الآية الكريمة بإمكانكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بمثل هذا الموضوع فلقد تحدثت عن الآية كثيرا في برامجي هذا هو المثل الأعلى القرآن لم يخبرنا بأن الكتاب الصامت هو المثل الأعلى لله القرآن أخبرنا بأن الكتاب الناطق هو المثل الأعلى لله سبحانه وتعالى وأعتقد أن الحقائق واضحة وواضحة جدا والآية السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة تغنينا تغنينا عن كل هذه التفاصيل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته المثل الأعلى هنا في بيعة الغدير بيعة الغدير عنوان للمثل الأعلى ولذا فإن التوحيد بكل أسراره والنبوة بكل حقائقها والقرآن بكل معارفه وبكل إشاراته ورموزه في ظاهره وباطنه والإسلام بكل تفاصيله والإيمان بكل مراقيه ومراتبه كل هذا بمجموعه يساوي صفرا من دون بيعة الغدير فهي المثل الأعلى بعبارة أخرى بيعة الغدير عنوان لزبدة الدين لخلاصة الإيمان لحقيقة ما يريده الله ويريده محمد صلى الله عليه وآله هذه حقيقة واضحة وجلية في آيات الكتاب الكريم وفيما جاء عنهم من تفسيرهم لآيات قرآنه وقت الحلقة انتهى والحديث لم ينتهي نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي نكمل الحديث فيما يرتبط بحديث الثقلين أعتقد أن صورة صارت واضحة لديكم من أنه لا وجه للمقايسة فيما بين الكتاب الناطق والكتاب الصامت فهذه الأحاديث التي قالت عن القرآن من أنه الثقل الأكبر من أنه الثقل الأعظم من أنه الثقل الأفضل من أنه الحبل الأطول هذه أحاديث محرفة إنها مناقضة لحقائق القرآن وأنتم تابعتم معي من الحلقة الماضية إلى هذه الحلقة وإلى حلقة يوم غد وأنا أحشد لكم الآيات تلو الآيات التي تصرح بهذه الحقيقة مع أنني لست في مقام الاستقصاء لأنني إذا كنت في مقام الاستقصاء فسأحتاج إلى وقت طويل جدا لأن القرآن من أوله إلى آخره مبني على هذه الحقيقة من أن الكتاب الصامت هو جزء وشأن من شؤون الكتاب الناطق والكتاب الناطق محمد وآل محمد لكن الأمة وقعت مشكلتها مع علي ومن هنا يكون التركيز على علي لأن الأمة إذا عرفت ظلمها لعلي فحينئذ تجلت لها الحقيقة الأمة ما عندها من مشكلة مع رسول الله أتحدث عن السنة والشيعة على حد سوى الشيعة عندهم مشكلة كبيرة مع علي أتحدث عن الشيعة الطوسيين وفي حلقة يوم أمس عرضت ما عرضت لكم من الأمثلة والنماذج الخرائية للمراجع الطوسيين وللخطباء والمتحدثين مر هذا علينا مر علينا أمثلة واضحة للخراء المرجعي وللخراء الحوزوي وللخراء الطوسي فلا حاجة لتكرار خرائهم مرة أخرى التركيز على علي إن كان في حديث رسول الله أو كان في القرآن أو كان في بيعة الغدير أو كان في دين العترة الطاهرة يأتي من هذه الجهة من جهة أن المشكلة عند الأمة مع علي إذا عرفت الأمة ظلمها لعلي وعرادت أن تصحح جريمتها مع علي إذا عرفت الأمة خطأها إذا عرفت الأمة ماذا جنت بسبب ابتعادها عن علي إذا عرفت الأمة من أنها قدمت من لا قيمة لهم على الذهب الإبريز المصفى على الذهب الإلهي حينئذ تكون الصورة واضحة بالنسبة لسائر الأئمة صلوات الله عليه وإن لم تفعل فما بلغت رسالته كل هذا لا قيمة له أمام المثل الأعلى ولاية علي وولاية علي ليست خاصة بعلي إنها ولاية الله إنها ولاية محمد إنها ولاية فاطمة إنها ولاية أولاد فاطمة من الحسن المشتبى إلى إمام زماننا الحجة بن الحسن قائم آل محمد صلوات الله عليهم جميعا